مع دخول فصل الصيف وارتفاع حرارة الطقس استنفار تام لرجال قوة الاطفاء العام لعدة أسباب أبرزها كثرة الحرائق والزياد حالات الغرق خلونا نشوف هذا التقرير لاستعدادات قوة الاطفاء العام لفصل الصيف بالتأكيد قوة الاطفاء العام بجميع مراكزها سواء البرية أو البحرية كذلك مراكز المطار على تم الجهوزية سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء على مدار الساعة في جميع الأيام واستعدادات فصل الصيف ممكن تختلف اختلاف عن فصل الشتاء أو غيرها من الفصول نحن عارفين بطبيعة المناخ والجو عندنا الحار وهو اللي ممكن بأنه يصعب عمل رجال الاطفاء أثناء التوجه إلى الحادث ومواجهة النيران في هذا الجو الحار هذا ممكن شوي يصعب عملية المكافحة وإنقاذ الأرواح والمتلكات لكن بجهود رجال الاطفاء وجهوزية قوة الاطفاء العام أكيد قادرين نواجه هذه الحرائق وتطبيقا لشعارنا حماية الأرواح والممتلكات قادرين إن شاء الله أن نساعد الجميع المشاكل أكيد أو الحرائق اللي قاعد تصير عندنا سببها الرئيسي هو الأهمال يعني الأهمال هذه تحتها خط لأن الأهمال هو راح يكون أحد الأسباب الرئيسية لحدوث أي مشكلة أو أي حريق قبل فترة بسيطة صار عندنا حريق في منطقة السالمي في مردم الإطارات وصرحت قوة الأطفاء العام من خلال إدارة تحقيقات الحوادث بأن فعلا هذا الحادث كان بفعل فاعل إذا كانت الإطارات في مكان مكشوف ما فيه بجانبها أي مصدر حراري أكيد ما راح تشتعل من حرارة الجو وبعد الكشف والتحقيق تبين بأن الحريق بفعل فاعل دائما نوعي الجمهور بإغلاق جميع الأجهزة اللي ما لها داعي بأنها تكون شغالة في الفترة اللي أنا أكون متواجد فيها برى البيت بالإضافة إلى الغاز نتأكد من إغلاق مصادر الغاز في حال أننا كنا برى البيت دائما نوعي الناس بضرورة الالتزام بإشتراطات الأمن والسلامة خلال التواجد في الشالهات في فترة الصيف أيضا ننبه بضرورة الالتزام بإشتراطات الأمن والسلامة وتواجد شخص بالغ مع الأطفال في حال السباحة ودائما نأكد ونحرص في حال التوجه إلى النزهات البحرية مثل ما نعارفين الناس أغلبها تطلع للبحر خليكن معاك المؤونة الكافية وسائل الاتصال اللي الواحد يقدر يتواصل مع أهل أو الجهات الرسمية من خلالها عدم الذهاب للأماكن المحظورة وعدم سباحة الأطفال بدون شخص بالغ لأننا نحن عارفين إذا الأطفال كانوا في سواء المسابح أو البحر بدون شخص بالغ يقدر يتصرف في حال وقوع أي طارق لا سمح الله راح تكون في عندي مشكلة من المشاكل اللي تواجهنا كرجال أطفال من بداية استلام البلاغ من بداية استلام البلاغ بعض المرات العنوان ما يكون واضح من قبل المبلغ عن الحادث أثناء التوجه إلى الحادث في مشاكل تواجهنا أثناء التوجه عدم إفساح الطريق لآليات الطوارئ هذه مشكلة كبيرة أيضا التجمهر والتصوير أثناء الحادث يعيق عمل رجال الأطفال وتصوير الحوادث ممكن بأنه يكون فيه انتهاك لخصوصية الناس وأيضا فيه تعطيل لعمل رجال الأطفال فإحنا دايما ننصح المواطنين والمقيمين في دولة الكويت بعدم التعرض لآليات الطوارئ إفساح الطريق لهم لسرعة الوصول وإحنا عامل السرعة جدا مهم بالنسبة لنا كرجال الأطفال ودائما في كل مناسبة أقول بأن المواطنين والمقيمين أهمى اللي يساعدون في تطبيق شعارنا وهو حماية الأرواح والممتلكات بالتأكيد فدائما ناشد عدم التجمهر إفساح الطريق لتسهيل مهمة رجال الأطفال ترجمة نانسي قنقر